القهوة العربية نفس أي قهوة ثانية فيها كافين ومضادات أكسادة وشغلات ثانية مفيدة جداً حق القلب والمخ والذاكرة وبعض وظائف الجسم الثانية لكن مشكلتها أن بعض المرات يكون فيها هيل أو مسمار فتعتبر اختيار سيء جداً حق أصحاب القولون العصبي كثرة شرب القهوة العربية مزيل ممكن يسبب زيادة في الكوليسترول الضار في الجسم لأنها تعتبر قهوة غير مفلترة يعني بعد ما ضافوا القهوة والماء ما مرت على فلتر فلما نشرب القهوة العربية نلاقي في بعض الشوائب الموجودة أو ما يسمى بالحثل كثرة هالشيء هذا ممكن يزيد الكوليسترول الضار في الجسم البعض يقولون أنه هل طول عمرهم يشربون قهوة ما صار فيهم شيء هذا أبداً مصحيح احنا كشعوب عربية وخصوصاً شعوب الخليجية تعتبر من أكثر شعوب العالم في أمراض الكوليسترول والقلب وأمراض الشرائين ما نقول أن القهوة هي السبب ولكن ممكن تكون عامل القهوة العربية زينة ومفيدة لكن كثرتها إهلي مزينة مباسة